السلام عليكم هنحضر مع بعض النهاردة وصفة حلوة قوي هنستخدم فيها سندويتش ميكر هنعمل بها كده حاجة حلوة سريعة ومكوناتها بسيطة جدا ان شاء الله الفيديو النهاردة يعجبكم احنا عاملين فيديوهات كتيرة قوي للسندويتش ميكر وافكار حلوة قوي فيه السندويتشات سريعة كده هسيبها لكم في صندوق الوصف وهتطلع لكم هنا على الشاشة وتابعوني الاخر فيديو عشان تشوفوا ايه اللي حصل في اخر الفيديو ولو ارم مرة تشوفوني ما تنسوش لايك الفيديو واشتراك في القناة ويلا بينا نبدأ الوصف على طول مقاديري النهاردة كوباية ونص من الدقيق كوباية الا ربع من الحليب وتلات معالق كبار من السكر تلات معالق كبار من الزيت نباتي عندي كمان بطين وعندي معلقة كبيرة من بيكنج بودر ونص معلقة صغيرة من الفانيليا وهنضيف كمان رشة ملح على الدقيق هسيب لكم مقادير كلها في صندوق الوصف ونبدأ بقى اول الحاجة كده هجيب البولة بتاعتي وهضيف فيها البطين وهضيف عليهم الفانيليا وكمان التلات معالق كبار من السكر وهبدأ اضربهم بالمضرب الكهربائي ممكن تضيفي كل المقادير اللي هنضيفها النهاردة وتعمل الوصفة كلها في الخلاط عشان تبقى سهلة معاك وما تاخدش وقت خالص لو مش عايزة تستخدمي المضرب الكهربائي فممكن تستخدميها مضرب يدوي او ممكن تحطيهم في الخلاط وتضربي الخلطة كلها مع بعض يعني هي سهلة جدا هضيف بعد كده بعد ما ضربتها كده آآ البضاية شوية هضيف تلات معالق الكبار من الزيت وكبال ربع من الحليب وهبدأ اضربهم تاني واآ اول كده ما اتأكد ان السكر دايب معايا كويس هضيف باقي المكونات هضرب كويس كده بالمضرب او في الخلاط زي ما قدت بعد كده بقى هضيف الدقيق دقيق عندي يكون منخول آآ هضيفه بقى مرة واحدة زي ما قلت لك انت ممكن تعمليها كلها في الخلاط اصلا ان القوام بتاعها بقاش تقيل قوي يعني فممكن تضرب في الخلاط وهضيف المعلقة كبيرة من البيكنج بودر ورشة من الملح وهديهم بس الدربة بسيطة يضوبك الدقيق يختفي آآ مع المكونات مش هضرب كتير اول ما لقيه اختفى كده آآ هبطل بقى ضرب فيه وهجيب بتاعتي وهبدأ اقلب لاتأكد ان الدقيق اختفى تماما وامتازج معي من المكونات كلها امتزقت مع بعض وهوريك القوام المزبوط عشان القوام لو طلع معيك تقيل فتخفيفيه بشوية من اللبن او اه اللي هو الحليب او اه لو طلعت معيك القوام خفيف زيادة تزويدي شوية دقيق فهو ده القوام المناسب زي ما انت شايفين كده اللي هو القوام البانكيك هجيب بقى عندي وهابدأ اول حاجة آآ انا عملت فيه وصفات آآ قبل كده معيكو هتكلم عنه في اخر الفيديو آآ هجيب كده الرشا من الزيت او دهنة كده من الزيت هرشها كده اول مرة بس مش كل مرة آآ هضيف فيها الخليط بتاعي هرش زيت هي اول مرة وبس ودل وقت الجهاز معي بارد انا لسه محطتش آآ ما شغلتوش تمام عشان هقولك برضو آآ في المرة التانية يعني التاني مرة هتعملي فيها بعد ما هنعمل المقدار دوت وهنخلصه طبعا لسه باقي كمية عندنا فلما نيجي نعملها لازم تبقي شايلة الفيشة لان الجهاز هيبقى سخن معاكي فمش اول ما تحط الخليط بقى يستوي معاكي او ياخد لون واحنا لسه هنحط كمان حشوة شوكولاتة فخلينا كده نمشي خطوة خطوة اول حاجة الجهاز عندي مقفول يعني ما حطتش الفيشة لسه هحط كده طبقة من الخليط زي ما انتم شايفين طبقة بسيطة آآ دي الطبقة الاولى وبعد كده آآ هضيف بقى الشوكولاتة عندي عشان انا عايزة اعمله بحشوة الشوكولاتة هو تقريبا زي خليط البنكيك كده سندوتش كده سريع وحلو قوي ممكن تحطي آآ شوكولاتة اللي هي لشوكولاتة الدهن او ممكن تحطي قطع شوكولاتة او شوكولاتة صغيرة زي ما انا حطا كده تمام بعد كده هجيب بقى الخليط عندي وهبدأ اغطي الجزء اللي فيه الشوكولاتة ده زي ما هتشوفه دلوقتي بعد ما هبدأ اغطي بقى هبدأ اشغل الجهاز يعني دلوقتي وانا حطيته شوكولاتة كده شغلت الجهاز وحاولوا شوكولاتة متجيش على الحرف زي ما انتم شايفين كده عشان ما تتحرقش وتلزق في الجهاز نفسه هغطي بقى الجزء بتاع الشوكولاتة بالخليط بالشكل ده وهكون بقى الجهاز خلاص اشتغل عندي هغطي بقى شوكولاتة كلها زي ما انتو شايفين كده ما تكونش زهرة خالص وفي نفس الوقت يساوي برضو الكمية اللي انت بتحطيها من المقدار بتاعها هي بتاخدش وقت خالص يعني ولا في تحضيرها ولا حتى في السبا بتاعتها يعني آآ يدوبك دلوقتي هقفل الجهازة عليها مش هيكمل دقيقتين تلاتة بس كده وهفتح عليه برضو يعني آآ اللي هو سيبه دقيقة وهفتح عشان خاطر ما يكونش آآ خد لون قوي يعني انفتحت كده شفته لقيت لسه لونه فاتح وبعد كده قفلت عليه وسيبته دقيقتين كمان لقيته خد لون حلو كده بص بقى من الناحية التانية هتلاقي اللون بتاعها اقوى شوية واخد لون اكتر آآ من اللي على الوش فآآ دلوقتي انا شلت الفيشة بتاعة الجهاز عشان ما يفضلش سخني معي عشان لما اجي حط المقدار التاني زي ما انا قلتلكم آآ ما يتحرقش معي بسرعة واعرف آآ افرده كويس وبعد كده احط حشوة الشوكولاتة آآ فعشان كده لازم تشيري الفيشة وتسيب الجهاز مش هتسيبي يعني ما سيبوش يبرد ولا حاجة اشتغلي فيه على طول بس مش هيكون بيسخن معاك وانتي بتحطي الخليط المفاجأة بقى لحصلت في اخر الفيديو اللي انا كنت هقولكو عليها ان الكهروفة قطعت فانا ما كملتش الوصفة يعني عملت اللي اتنين دول كده والكهروفة قطعت الحمد لله ان احنا صورنا بقى ايه الحبة والشوية اللي احنا طلعناهم غطيت ده برضو حطيت شوكولاتة وغطيته وقفلت عليه بقى بسرعة راحت الكهروفة قطعة فالحمد لله المهم ان احنا صورنا الوصفة هو اسفة جدا بقى لو الاضاءة لقيتوها كده اغمقت في اخر تصوير بعد ما اه حطيتهم في الطبق كيه زي ما انتم شايفين دلوقتي وقلت لكم ان انا هكلمكو على الجهاز في اخر الفيديو عملت فيه الوافل اه ده هو تلاتة في واحد بيبقى معايا كزا اه وش بنستخدمه معايا الوش اللي هو بتاع الوافل عملت فيه فيديو للوافل وعملت فيه فيديو هات كتيرة للسندوتشات السريعة هتشوفوها عندي هنا على القناة وكمان هتلاقيها طلعلك على الشاشة او في صندوق الوصف الجهاز ما شاء الله حلو جدا وعملي قوي يعني بعمل فيه حاجات حلوة كتيرة وبتنجزك على طول لما تحب تعملي سندوتش كده سريع فهو حلو جدا شوفوا الوصفات اللي انا عملتها فيه وجربوها ولو محتاجين اي وصفة تكتبوني في الكومنتات وان شاء الله هعملها وصفة حلوة سريعة وبسيطة جدا حشوة شوكولاتة هشة كده زي ما انتم شايفين ويراب تجربوها وتدير رأيكم كمان ممكن تحطي عليها بقى سوس كرمل او شوكولاتة من فوق زي ما تحبي ويراب تكون الوصفة عجبتكم وتنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة ولسه ما شكراك في القناة ولسه ما تحبي واشتراك في القناة